يعيش قطاع غزة على وقع مجازر يومية لا تكف معها دموع الأحياء من ذويهم ممن ساعدهم الحظ ليعيشوا يوماً جديداً بين أنقاض منازل تهدمت فوق رؤوس أصحابها بينما تهدد إسرائيل بكل تجبر بقصف ما تبقى من منازل في مدينة رفح الفلسطينية جنوبي القطاع التي ظن أهلها أنهم بعيدون عن مخططها بعدما دمر الاحتلال من البر والبحر والجو شمال القطاع ووسطه ليجعله ركاماً ما دفع من تبقى منهم لنزوح جنوباً بحثاً عن أمان مؤقت في رفح جنوبي قطاع غزة وبعد أن ذهب كل أفراد إحدى الأسر الفلسطينية منهم لحجرته جاء القصف غدراً ليمزق أجسادهم أشلاء ليستيقظ من بقي حياً على هول مجزرة راح ضحيتها ثمانية أفراد دفعة واحدة أختي وجوزها هناك غرفة وأمي وأخوة أختي الثانية وولادها في الصالون وأنا وأبويا في الغرفة اللي هنا فجأة صاروخه جاء علينا راحة راحة أختي جوزها وولادها بنت أختي شهرين لهم راحة لا مكان آمناً في غزة فالموت أصبح محتوماً ولا ضمان للسلامة فلا حديث داخل القطاع سوى عن العملية البرية المتوقعة في القطاع والتي لو بدأت ستصبح أكبر مجزرة بشرية يعرفها القطاع في تاريخه إحنا إذا دخلوا رفح ولا ما دخلوا رفح ملزمين على سلامتنا يعني نطلع نتوجه على أي مكان آمن بقولنا يا رغم إنه إحنا مقتنعين قناعة تام إنه هدول لا فيها مكان آمن ولا حاجة والدليل على ذلك ما شاهدناه في الشمال وفي الخنيون وفي الوسط بيقول لك آمن وفي الطريق بيقعد يقصف فيك لا يعرف جيش الاحتلال سوى القتل فلا تفرق أسلحته بين نائم ومتحرك طفل أو امرأة فقد انتزعت الرحمة من قلبه ويوما بعد يوم تزداد بشاعة جرائمه وسط صمت دولي مطبق شكرا